اهلا بكم معنا في حلقة جديدة من ايش وملح معاكم من طبط المراد وهنعمل النهاردة تكملة لوصفات سهلة جدا وبسيطة من غير مقدير كتير ولا يعني بصوا وصفة بسيطة جدا وطعمها حلوة قوي قوي للناس اللي بتحب ميكس الماشروم مع الفراخ مع شوية جبن كده بسيطة تجوك اويلة جربتوها وتحسوا ان هي وصفة صائفية يعني مش هتاخد وقت مننا هنعمل ايه مع بعض هنعمل صدور فراخ بالماشروم والجبنة طعمها لذيذ قوي وسهلة وينفع تقدموها جمب مقارونة او روز ابيض او تتاكل بعيش محمص كده يعني على حسب اللي انتو حابين تعالوا نشوف المعددير معايا صدور اربع صدور دجاج مخلية يا اما هتجبوها انتو من عند الفرار جي جاهزة يا اما هتجيبوا فراخ كبيرة وتخلوها وانا يعني نصيحة هتوها جاهزة مخلية عشان يبقى السدر طالع على بعضه وتبقى القطع سليمة كده تبقاش متبهدل معايا مشروم شرايح ممكن استخدم فرش او معلب بس طمع الفرش افضل معايا ملح وفلفل وبابريكا ثم بودرة وبصل بودرة وزيت وزبدة بصلة مبشورة ثم مفروم وبشر لمون بيدي طعم مع المشروف خطير معايا كمان جبنا متسرلة وجبنا تشدر ممكن استغنى عن واحدة فيهم وممكن ما احطوهمش اصلا وزود شوية كريمة او شوية حليب مدهو في دقيق اعمل سوس يعني فدي اغتيالي اه بس كده مقدير سعلى قوي وبسيطة وفي الاخر الاكلة دي بقتها معا حلو جدا ومش ما فيهاش دبكة يعني تحسوا انها اكلة حلوة في التقديم وفي نفس الوقت ما بتاخدش مجهود وانا حب اقوي الاكلات اللي زي دي يعني اما بعمل وصفة كده وحس ان هي خلصت بسرعة لكن شكلها على الصفرة ما تعوف فيه فالوصفة دي كده بسيطة وفي نفس الوقت حلوة قوي في التقديم ولو عندي عزومة اقدر برضو ادخلها في المينيو بتاع العزومة ويبقى شكلها حلو قوي طيب انجازا بسرعة بسرعة نتدي نتبل الفريق بصوا بعد الصدور اللي عندي مش كبيرة قوي يعني انا لما بعمل الوصفة دي في البيت باختار الصدر يكون كبير يعني ممكن الكيلو يعمل تلات صدور فالصدور دي صغيرة شوية فانا عمال افكر قبل ما ندخل هفتحها وحشيها ولا مش هينفع فيعني انا بفكر معاكم فما ان الصدر صغنا فانا بفكر ان احنا نشرحوا كده من فوق ونعمل برضو التدبيلة بالحشوة بتاعتنا البسيطة طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه اول حاجة معايا معايا بابريكا والبصل البودرة والتوم اهو التوم البودرة ومعايا نافلفل اسود والملح اهو كده تمام جدا هاخد شوية زيت زتون واجيب السكينة اهو يا استاذة ناهد قالو يا ناهد ازايك الحمد الله عامل اي امر الحمد الله يا رب دايما يا روحي اخبارك ايه الحمد الله يا رب دايما اموريني يا قلبي عندك اي سؤال يا ناهودة اه وليل طريقة البيتزة اي يا قلبي طريقة البيتزة اه حاضر عناية ليك لو ممكن يا بوسبوستي ناخد طريقة البيتزة بصتو حتة دي اسمها موزة ممكن تسيبوها وممكن تشلوها يعني على حسب بقى انا هاسبها مش مش هشيلها يعني على جمع قطعت الفراخ او عملت لها كده ايه شوية فتحت على الوش وهبتدي امكس التدبيلة اهو وحاول بقى ادخل التدبيلة في كل فتحة عملتها في السدر بتاع الفراخ اهو يا امي ازايك 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 يا روحي عاملة ايه عاملة ايه قلبي وحشيني والله والله انت وحشيني قد الدنيا حبيبتي يا توتا منورة بنورك يا روح قلبي اسلام لي عيونك اللوء الالوان مجهجة الصيف جاه اه انا وانا بالبس وانا بالبس جواب وقولها انا حاسة الطاقم ده عايزة اطلع على البحر مش اطلع على الهواء ايه وحاول بعمل كده والله والله يا ربي يخليك والله ده عيونك اللي حلوة حبيبت قلب توتا انا عاوز اتسألك هو الهز البسماسي ينفى اعمله حاجة تانية غير ان هو يكون بالكاري ولونه اصفر اه ممكن تعمليه بالخضار ممكن تعمليه بالمشروب مصوية ممكن تعمليه بالبسلة والجزر والبشاميل ممكن تعمليه طاجن مع الفراق ليه مليون طريقة طب ممكن اعمله السادة كده من جار اي حاجة خالص؟ اه طبعا بصي بقى تعمليه سادة ودي اكتر طريقة للبسماتي السادة بتبقى حالو هجيبي مياه مغلية هقولها لك عيوني عيوني قلبي دي الطريقة دي للرز البسماتي السادة خالص بتبقى خطيرة بنعمل ايه؟ بجيب حلة فيها مثلا انا هحط مثلا اه كبتين من الرز هجيب حلة فيها كبتين من المياه لان احنا اتفقنا نحنا بننقع الرز البسماتي نصف ساعة مياه مغلية هجيب حلة فيها كبتين من المياه ورق لورا حبهان وقرنفل عود ارف وممكن تحطي مكعب مرق لو حبه حط معلقتين كبار من الزيت وملح وفلفل زي ما اتفقنا والمياه دي ما تغلي هروح حتى الرز ممكن تخلي المياه تلاته تحطي الرز وتقلبهم كويس وتستبيل حد ما يستوي هيطلع فيه شوية مياه ينصف فيها يميل الحلة كده ونزلي المياه زيادة زي المسلوق بس المسلوق في البسماتي بقى طعمه خطير اللورا مع الحبهان معود القرفة مع القرنفل مع الملح والفلفل بدون كاري ولا كركم بتطلع خطيرة وطبعا صعراتها اكيد اقلب كتير لما بنحط بقى الزبدة والسمنة والحاجات دي فالطريقة دي للرز البسماتي هيك هجيبكوا قوي لو جربتوه طب انا كده تابلت الفراخ واكيد اكيد طالما هعمل فراخ وتتابل لازم اسابها حبه حلوين عشان تتشرب معي فانا هعمل ايه انا مش هلحبه اصبها فانا هشتغل على طول عندي شوية زيت والنار صخنا طبعا هاخد صدور الفراخ انزل بياهان ومش هيثويه سوى كامل يعني عايزاها يعني مش ثلاث تربع سوى برضى نص سوى وناخد الحبة الصغنانة اللي هي الموزة دي وانزل بيها برضي هانا هنعمل ايه تعالوا نشوف هبتدي اشوح الفراخ على كل وش ديقتين تلاتة ممكن كمان ننزل بحبة الزبدة تعالي معي الطعمه وتديني اه تصص طعمه حل ماشي البيتزا العيون ناهد مقديرة على الشاشة يا قلبي بنعمل ايه بنقلب كل المواد الجافة مع بعض وبعدين بنزل بالزيت والزبادي وعجم بقى بالمية الدفية لحد ما تاخد معي المقدار ده اللي هو تلات كوبات من الدقيق بياخد يعني حوالي من كوبالة ربع لكوباية من المية وبتتعجل معي تبقى زي الفل شوف انا مجرد ماتد التلون شلتها عن نحية التانية على كوب بس كده ده كده زي الفل هنعمل ايه بقى هياخد ما تجريش بصو خدت لون حلو ازاي من التدبيلة ابسط تدبيلة ممكن تعملوها لذيذة جدا ومتحش يعني تحسوا تدبيلة مواد جافة فما فيش بقى نقطع بصلايا ونش عارفة نفرم الفلايا والكلام ده بس كده اهي لون الفراغ اصلا لوحده حكاية طيب التاصل انا حمرت فيها الفراغ بنزل بزبدة كمية زبدة حلوة والبصلة المفرومة او مبشورة واشوح كل ده مع بعض اهو رشد تلفل اسود يا تسنيم ازايك يا تسنيم طيب حاولي كلمين نتيجة هنزل بفاصين ثلاثة توم واقلب كله مع بعض انا مش عايزة البصل ياغماء ومش عايزة توم يتحمر انا بس بديهم تشويحة بسيطة شايفيني؟ هجيلكوا اهو هتطلعوا منها هتجيلكوا كده هتطلعوا منها طعم البصل النايق او التوم النايق انا مش بيتكى عليهم او في التشويحة بعد ما تشوحوا كده تشويحة حلوة ديئتين مش اقتر من كده هنزل بالمشروم اهو بعمل ايه بقى ومنزل بالمشروم؟ بروح مدية سنة ببشر اللموني وهزوت حتة الزبنة دي عذروني بشر اللمون بقى مع المشروم تحسون فيه حصل توست كده او حصل فيه حاجة عملت ميكس طعمه فيه فرش فبيبقى حلوة قوي مع المشروم ممكن تحط بقى فلفل مجروش اسود ممكن نحط فلفل الوان ممكن نحط اي حاجة انتو حبين هي وصفة بسيطة ونتاخدش وقت فبحس ايه؟ انها حاجة منجزة وفي الاخر طعمها لذيذ جدا بننزل بقى بشر اللمون اهو شوية بشر اللمون كده حلوين يدوني الطعم الحالي والاختياري طبعا مش اساسي بس يبتدي طعم اللذيذة اوي هو مش عايزة برضه اتكت على المشروم قوي لان انا عايزاها لسه هتدخل الفرن الوصفة دي ممكن انتو تعملوا ايه بقى ممكن ادي هنا مثلا كوباية كريمة او كوباية من الدقيق كوباية من الدقيق كوباية من الحليب عليها معلقة جبيرة من الدقيق واقلبهم على البارد وباروح ناسدى بيهم هنا واحط دكة ارضية في البايركس واحط عليه الفراخ والجبن واقفل بورق فويل ودخلها الفرن تلت ساعة اطلعها الجبنة تسيح هيتبقى ساعة بتتحمر وتبقى جاهزة عندي فممكن من وصفة واحدة طلعوا حاجات كتيرة اكيدنا بايدكم انتو وتطلع حلوة ان شاء الله بس كده تشوفوا سهولة هنعمل ايه ماشي لحظة واحدة نقفل الوصفة عشان ايه نبقى خلصنا الحاجة بكل مشتملاتها بصوا بقى عندي الفراخ اهي اللي احنا ادي انها تشويحة بسيطة وحاولوا ما يكونش البايركس كبير يعني عايز البايركس يبقى يدوبك عشان الجبنة ما تتحروقش في الجنب نحط الحتة دي ننزل بكل السوايل اللي هنا ناخد المشوم اللي فيك مية زبدة حلوة عايز اقولكوا ريحة خطيرة تمام تمام جدا انتو بقى ممكن كمان تحشوا الفتحات اللي احنا عمالنقلها وحبين هتبقى برضو حلوة ناخد الجبنة للتشيدر والموترلة حط التشيدر الاول عشان ما تتحرقش معي الموترلة تستحمل شوية عنا وبس هقفلها بفوير ودخلها فرن سخنة عالمتين لمدة تلت ساعة بكتير قوي تلاتين دقيقة خمسة وعشرين دقيقة والفويل مقفول وخمس دقائق والشواية مرفو يعني الفويل مفتوح يا تسنيم ازايك؟ عام لأي روحي؟ يا قلبي انت والله ربنا هيكرمك وموريني عيوني هنا لسه واخدينها يا قلبي وناخدها لك تاني اول ما نرجع من الفاصل على طول حطينا الجبنة للتشيدر نتيا بقى وبحبه ديكو بقى في الموتسرلة شفتوا بقى انا ليه قلتلكم البايركس يبقى يدوبك على قدوم عشان ما لقيش الجبنة عندي اتحرقت لا لازم تبقى الفراخ ولا لازق في بعض نضغط كده وبس خلاص ناخد الحبة دول رشة زعتر على الوشة لو حبين هتبقى برضو جميلة قوي بس كده هقفلها انا بقى بورا وفوير ودخلها الفرن على ما ناخد فاصل سريع جده ونلسة مكملين حلقتنا نهاردة خفيفة قوي وفيها صنف حلوات منذ الطفولة هناخد فاصل سريع ونرجع اليكم من تاني استدنون موسيقى 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 ويفرح قلوبكم بيهم يا رب طيب هنعمل النهاردة هنعمل دلوقتي بقى الوصفة تانية مش النهاردة هنعمل نوع حلويات من قديم الأزل مش قديم الأزل قوي يعني بس يعني مثالي مفيش حد مش عارف الوصف بس هي وصفة قلت ايه افكركم بيها لو انتم ستوه هنعمل مش ترايفل هنعمل كاسترد بالبسكوت والجلي والموز بصوا مهما يعني اتقدم حاجات قدامي بقى تشيز كيك وريد فلفت والحلويات اللي هي وإكلر برضو بالنسبالي قطعة الكاستر بالجلي دي حتى لو من غير بسكوت بتبقى خطيرة فهي وصفة سهلة جدا منذ الطفولة فتعالوا نشوف مقديرها مع بعض ونعملها سوي معاينا ست أكياس بسكوت أنا استخدمت بسكوت سيدا معاي نوع بسكوت موجودة عندكم ممكن تعامله بالكيك على فكه بس تبقى ترايفل بقى صرف يعني معايكو بيتم من الحليب ومعاينا تلات معلق كبار من السكر تلات معلق كبار من بودرة الكاسترد وممكن أبدلها بالنشا يعني زمان كانوا بيعمله شوية بالنشا ما كانتش الكاسترد دا للسطلة ومعاي معلقة صغيرة من نص معلقة صغيرة من الفانيليا وللوجه عندي باكت جيلي فراولة بس أنا مش بعمله زي ما مكتوب على الكيس أو الباكت هو في العادي بنفك الجيلي بكباية مية سخنة بعدين رجعنا برادة بكباية مية برد أنا بعمل النص بفكها بنص كباية مية مغلية وبرادة بنص كباية مية بردة عشان القوام بتاعه يبقى تقيل وأقدر أقطع منه قطعة ايه تاني موز بقى ممكن نحط فراولة لو موسم فراولة ممكن نحط عنب بقى الأحمر بيبقى جميل قوي فيها ممكن نحط تفاح ممكن نعمل ميكس فكها فوق على حسب بقى اللي انتوا حابينه أو اللي حابين تكلوه في الآخر تعالوا نشوفها نعمل ايه عندي على البارد الأول يا حمزة ازايك ازايك يا حمزة ايوه هامل ايه يا حبيبي حمد الله كويس اه حمد الله يا رب دايما يا روحي أمورني كيكة 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 حاضر آيس كريم شكولاتة حاضر عناية اه هقول لكم بقى مناسبة الآيس كريم ان احنا كان عندنا حلقة المفروض للآيس كريم لعيون آيسل وسليم استاني واستاذ حسين ايسل كانت عايزة فانيليا وسليم كان عايز شكولاتة واستاذ حسين كان عايز مانجا احنا اجلناها كلها هنعملها بالظبط احنا عايزين نعدي من حلقات العيد وهعملكو اسبوع كامل آيس كريم وتورتط آيس كريم وحلويات بردة يعني هنمشي اسبوع كامل وكون المانجا كمان نزلت سوء فيه مانجا في سوء دلوقتي بس عالقة غالي ومش حلوة فانا ايه قلت لأ انا مش عايزةكو بقى تكلفوا نفسوكو وتروحش سلومانجا وتطلع في الاخر مخلل فانا مش عايزة مش تكلف عالفاضي يعني فانا ايه بعد ان شاء الله ان شاء الله العيد هنعمل حلقة او 3 او 4 حلقات كاملين عن انواع الايس كريم وتوراة الايس كريم بإذن الله طيب انا حطيت ايه خلص بقى الكبدة بقى والفتة والحاجات الحلوة هنعمل ايه دلوقتي انا قلبت السكر والكاسترد والحليب على البارد بعد كده ارفعهم على النار خلاص اكيد ان هما دابوا نرفعهم بقى على النار ساعة على ما يبتدوا يغلوا حاجة بسيطة نبتدي نفك الجلي مع بعض ولسه عندي الفانيلة عندي نسكو بقى من جلي الفراولة فيه المياه المغلية اهيه بسم الله نص كباية مياه مغلية بالنظر كده نقلبه كويس جدا عشان تطامن بس ان ما فيش اي خبايبات موجودة هي وصفة صيفية جميلة يعني كنا دايما كده لما نبقى رجعين من المدرسة نلاقي ماما عاملة ترتة جلي وماما قد فضيعة في الحلويات مش كانت مازالت الحمير ربنا يا ربي بارك في عمرها بتعمل حلويات خطيرة يعني لما كان يوم مثلا فيها عيد ملايات ولاد خلطي ولاد عماتي لازم ماما لتعمل الترطة فهي دايما بتعمل ترطة الجلي وبتعمل طبقات الجلي بالبسكوت دي بتبقى حكاية فيعني جربوها تجيبك اول الناس اللي ما جربتاش قبل كده نزود شوية مياه كمان نطمن كله ديب وابتدي بقى زوده مياه بردة ممكن مياه ساقع على فكه برضو هتبقى جميلة عشان تسرع الموضوع تعالوا بقى لما حاجتنا فاضل ايه مفيش خلاص نشيل ده وزود المياه البردة بسكت يبقى الباكت الجلي عندي اخد كوباية كاملة من المياه نصف مغلية ونصف بردة يا جنة الزيت الحمد الله عامل ايه امر الحمد الله يا رب دايما يا روحي اموريني عايز اطرقك كشف الشوكولات حاضر عيوني ليك دلوقتي هننزلها على طول حالو نشوف هنعمل ايه وما تسيبوش الكازرولة على النار دي كده ما تسيبوش بطولها يعني لان ممكن النشا تمسك او الكاسترد يمسك وتبتدين هي تشيت معي وتبقاش حلوة فيعني برضو نفضل كده من الوقت الالتاني دي هتقليبا وهدي نار شوية عندي بقى وصفة جاية للمكارونا هنعمل وصفة مكارونا خطيرة وطماء حلو جدا وفيها بصل مكارمل فمكسرة وعارفك هم ممكن تكلوها مع الفراخل بالمشروع يعني ممكن نعمل صانية اللي احنا عملناها الفراخل بالمشروع اللي في الفرن ونعمل جنبيها طبق المكارونا بالبصل ومكارمل وبس ونعمل الحلو ده يبقى المينيو بتاعي كامل هتبقى خطيرة وتعجبكو لا ما سمعتش ملحقتش كارم يا كارم ازايك ازاي ازايك انتي انا بحبك قوي يا روحي والله انا بحبك قد الدنيا انا مبسوطة انا كلمة حضراتك اي يا قلبي؟ مبسوطة انا اكتر والله مبسوطة ابسوطة جدا يا حبيبتي ربنا يخليك يا روحي دايما منوراني بجد شرف ليه كبير اول ما اكملت حضراتك يا قلبي ده شرف ليه انا انا طول اكلم حد امر كده حبيبتي ممكن ترقيت كوكيز في كيفين انت كنت تعملها حاضر عيوني دلوقتي اقولك عليها على طول عندنا كده احنا اخذنا الكيكة الشوكولاتة كيكة الشوكولاتة بقلب ادقيه كاكاو بيكنج باودر رشة ملح وعندنا اهوة سرات الزبن اه في اهوة سرات الزبن هقلب كل المواد الجافة دي مع بعض هجيب كاسة الخلاط احط فيها زيت والبيض والفانيلية والحليب او الزبادي هنحطين ايه حليب لبن رايب يبقى خطير مع كاكة الشوكولاتة واضرب كل ده فالخلاطة كويس جدا مدة لا تقل عن خمس دقايب بعد كده باخد السويل انزل بيها على النواشة فقلبهم كويس جدا وصب الكلام ده في فورمة او صنية يعني 22 او 24 بس خلاط بتبقى حلوة جدا انه بتطلع هشة قوي ودسمة تعمل شوكولاتة بيبقى ظاهر فيها وده خلاط فاضل وضيئة كمان هنعمل لي دلوقتي هناخد البسكوت اه لا يا قلبي حازين كوكيز الكيس او عملناه اه ماشي اوكي اه يا كوكيز الشوكولاتة معنا ناخد كوكيز الشوكولاتة هناخد تواهتوني ماشي كوكيز الكيس حطينا 3 معلق كبار من الزبدة الطرية حطينا 3 معلق كبار من السكر البودرة 6 معلق كبار معلقة معلقة الاكل هرمية مش معلقة ممسوحة ومش معلقة معيرية وعندي كمان سانو باجيب من هناك من اخر الدنيا وفانيليا ومعلقاتين صغرين من الحليب هقلب زبدة وسكر لمدة دي اتمع الفانيليا انزل بعد كده باقي الدقيق وقلب اشوف القوام ايه زروفه محتاج حليب ولا لا ممكن محتاجش حليب ده بيختلف او بيتوقف على نوع الدقيق هقلب كويس جدا مع بعض بالاسباتيلا يعني حتى مش مضرب وانزل بالحليب تدريجيا معلقة بمعلقة لحد ما حس انه هو بقى تمام عندي وبقى يقدر يتشكل بالكيس بحط الشوكولاتشيبس وبقلبهم كويس جدا يبقى زي قوام البيتيفور كده واروح جايبا كيس حلواني من غير اي امع فيه وابتدي اشكل فصاك بدون اي مادة دهنية ممكن نقطة زيت واشكله كويس قوي دخله فرن سخنة على مية وستين او مية وسبين لمدة اتنشر دقيقة ولو تفتكروا عملناه وطلع على الهواء شوف شكله كان خطير وكان كريسبي يا هاجر اسدايك الحمد الله عامل اي امر يا رب دايما يروحي اموريني سوابع زينب سوابع زينب انا بحبك قد الدنيا ايون يا حبيبتي والله بحبك قد كده انا عملنا سوابع زينب بقى كده يا بوزبوزتي انا بعمل ايه دلوقتي عشان ترفوش ماش حاجة من وراكو بس عندي انا بحبحت ايدي شوية في الكاستر فايه حسته تتقل شوية فبفكو بس بشوية مية ويبقى عندي زي الفل نكمل الوصفة بتاعة الحلاء الموز بالجلي باخد بسكوت اهو يا ملوكة ازايك يا امر يا حبيبتي والله انا بحبك قد الدنيا ممكن ترقت الزلابية الاقتصادية الزلابية حاضر عيوني الزلابية هي اصلا اقتصادية دقيق خميرة سكر مية دافية وبس ما عنديش حاجة تاني وبتطلع معنا زي السكر هنعملها لكم ان شاء الله عيوني عامناش زلابية قبل كده مقصرين اقوى في حق الحلوات الشرقية صح يا بوز بوزتي ولا ايه يعني اعمالا بتكرة واحدة عمنا زلابية مع بعض قبل كده تالي لأ نعمل كويس والله فكرتونا بيها باخد طبقة او طبقتين بعمل طبقتين من البسكوت فانا انجازها الوقت بعمل ايه بس ما عشان الصوت عشان الدوشة باخد البسكوت بنزله في الحليب والحليب بارد مش سخنة ابدا وبعمل ايه بارسه كده اهو بناخد كده حبة حلوية والبسكوت الشاي ده بيبقى ضعيف قوي فيعني عارفين حباب ننزله ثواني ونرفعه على طول هعمل طبقتين منه بحيس يبقى عندي زي القاعدة كده واقدر اطلع قطع زي جاتو بالزبط اهو شايفين انا مسافة ما نزلتها مسافة ما رفعتها اهو عشان مش عايزة الكاستر ينزل دافي والبسكوت يبقى طري بزيادة فتحيس ان الموضوع بقى معجن لا انا عايزها تفضل فيها ارمشة بسيطة قوي اهو شفتوا الصورة يا تالية ازايك كمية الحمد الله عامل اي امر كمية يا رب دايما يا رب قوليلي يا روحي عندك اي سؤال اه عندك اي سؤال اه اعوز اعرف تالية البيتزا البيتزا حاضر لا احنا نعمل البيتزا بقى احنا نعمل البيتزا بقى مفروكونا عملنا النهاردة اه عيوني طبعا ممكن يا بوز بوستي ناخد الا اخد مقدير البيتزا معا اه بعملك صعبا يا طوايا ممكن يا بس انت تاخدوا البيتزا خلاص ضعفت ضعفت ما استحملتش وسنبر بشتلع عيني كده انتهى الموضوع هناخد ماء ايوان اه طبعا حط البسكوت اه 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 انا خلصت اصلا هنحط ايه اه دي البسكوت طبقتين كده حلوين عشان تعملي طبقة اه مظبوطة تحت مبقاش رؤياء كده وتبقى ملهاش سومك يعني فعملنا البسكوت وعندي الكاستر وعندي الجلي هنرجع بقى بعد الفاصل نركب الطبقات مع بعض ونشوف شكله في الاخر ايه ونعمل كمان المقارونة اللي بالبصل المكرمي هتحجبكو جدا 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 الناس اللي بتحب البصل في الاخر ناخد فاصل سريع ونرجع عليكم من تاني استنوا ارجعت لكم بعض الفاصل ما غيبتش عليكم عملنا ايه بقى في الفاصل اطمنت على الفراخ اللي بالماشروم بقى والجبن الحلوة دي ولسه فاضل يعني 3 او 4 دقيق كده عشان اجبنا بس تتحمل رفعنا الفويل واسبناها الكام ديقى دول عشان اجبنا بتاعتي هي ساحب بس عايز تاخد لون وحطيت الكاستر اللي عملنا مع بعض الكريمي جدا ينام على البسكوت ودخلت الفريزر حد ما يعني تعمل طبقة كده او اشرة عشان لما اجي احط الجلي هو الجلي بارد بس عندي اي حاجة مش شدة او مش مسكة مجرد منزل عليها بسويل هي مش هبوز بس هتبتدي تخرم وممكن تلاقي الطبقة من الجنب الجلي سيح على الكاستر من الحروف انا مش عايز الشكل انا عايز ايبقوا ثلاث طبقات طبقة البسكوت وطبقة الكاسترد وطبقة الموز بالجلي فراو طيب هنعمل دلوقتي على ما الحاجات دي تجهز هنعمل مقارونة بالبصل المكرمل والكريمة البصفة دي يا جماعة تحفة وحلوة جدا جدا وطعمها لذيذ وسهلة وما بتاخدش وقت اول محد يسمع كلمة بصل مكرمل انا لسه بقى هكرمل بصل وهعد مدة طويلة وهدي النار وحطي سكر خالص هاختصر لكم الموضوع بمكون واحد وهو الصوية طعمها بيحلو جدا مع المقارونة وفي نفس الوقت هتخلي البصل عندي واخد لون البني الحلو ده من غير معادة كرمل بصل مدة طويلة تعالوا نشوف المقديرة هتريدين يشتغل فيها على طول معانا كيس مقارونة قلم ممكن اي نوع مقارونة ممكن سباكتي خواتم مرمرية يا بس انا بحسن ان المقارونة للألم بتليق اكتر معي كوباية من الكريمة ومعلقة كبيرة من الزقيق وبصلطين متقطعين جوليان واي تقطيع مش فارق يعني براحقكم ربع كوباية من الصوية الغامق صوية سوس ومالح وفلفل وريحان وزيت وزبدة وتوم مفروم بس انا جدت شوية حليب زيادة ممكن نحتاجه ممكن لا هنشوف احنا شغالين مع بعضها تعالوا نشوف هنعمل السوس ده زي بطريقة سهلة اقوة اول حاجة عندي طبع الوقع على النار سخنة شوية زيت حلوين وناخد الاسباتيولة وننزل بالبصل شوية ملح مش كتير عشان الصوية وناخدوا بالكم متبقاش الكمية كبيرة عشان الصوية عندي قصة مالح هشوحوا ممكن ادي رارش بصير في القصة البصلة دي اكلتها في مطعم وكان معها شرايح لحمة فانا يعني ايه مش كيفة اللحوم قوي مع الماكارونة يعني ممكن فراخ اكتر فلما عملتها في البيت شلت اللحمة خالص وعملتها هي الماكارونة بالبصل المكرم ممكن انتو بقى تدلعوا الموضوع اكتر ازاي بعد ما تستوي وتتشرب من الصوص وتبقى جميلة وزي الفل انقلها في فايركس وديها شوية جبن مش هكتلك على الوش احلى من مليون مرة ان انا حط فيها لحمة فهي وصفة ادارية تعملي فيها حاجات كتيرة ممكن تعملوها مكارونة بالبصل المكرمل والفراخ بالجنباري بالتونة يعني براحيتكم بخضار مثلا حط بقى فلفل وبروكلي وجذر والكلام ده كله وكرمبه احمر ايه حسب غزالتكم انتو حابين تاكلوا ايه في الاخر عايزة بس البصل يدبل شوية عشان ما يفضلتش منظهر كده مش هعيزة اكترانوش في الوصف عايزة ايه بقى دابلين اه ومش هتضيف طبعا التون برضو دلوقتي نعمل النار سنة اه واتطمنوا على الفراخ قلبي متوغبش اه فراخي اللي في الفرن الغوسة اه يا ولاد الفراخ اه اه لا ماشي يلا اه قلت كده تشفيحة محترمة لسه شوية اه مش هاخد وقت زي كرملت البصة طبعا بس انا مش هايزة يفضل صاحي كده هيزيت بل شوية اه الاخبار تطمنوني تحمرت لسه طبعا اللي النار با وانا مش هاخرج من الحلقة دي النهاردة الا وانا حقت صانية الفراخ على الكاونتر مش تبقوا فاهمين هاشيقول اختمي انا هاختم والصانية هنا عشان تبقوا على نور طيب البصل عندي التدايت بلهو هنزل بقى في المرحلة دي بشوية تقوم بس ان التوم سغانطوطة كده مش كتير فاصل واحد وايه شوية رحين حابة كده خطيرة ممكن تحطوا رحان فريش طبعا لو حابين يا استاذ حسين مسائل هنة ازاي حضرتك ازاي حضرتك انا بخير والله طول ما حضرتكم بخير يعني طول ما حضرتكم برضو بخير احنا بخير والله يا رب يخليك والله ده يعني كرم اقلقة من حضرتك الله يخليك ربنا طمان عليك الله يسلم قلبك ربنا يكرمك يا رب ويخليك الله يخليك تسلم لي يا رب يا اساس حاسي ملها النار حاصلنا هنام جنب الوق ماشي لما ايه وصل لمرحلة دي انا حطيت ايه حتة زبدة بحباها اقضيكم في الزبدة عشان تدينا ايه لون كده وطعم كريمي مع المكارون هنزل بايه بقى بصوية سوس واسيبهم حبة مش كتير بص هتلاقوا البصل ازاي يلون على طول بس انا هايزود سنة فلفل اسود مش عارفة ليه بحس الفلفل اسود يبقى فيها كتير بيبقى جميلة واسيب المكس ده على النار خمس ست دقيقية مش اكتر من كده حد محس ان الصوية ان ده ماجد مع البصل والبصل غمق شوية كمان يدي طعم احلى واحلى فانا لسه مش هحط ده دلوقتي على ما البصل يتكرمل تعالوا نعمل مكس للخلطة هي البولة راحت فينه للخلطة اللي هحطها على السوس اللي هي ايه تعالوا نشوف عندي كوباية من الكريمة اهي وممكن استغنى خالص عن الكريمة واستخدم حليب ودقيل انا عايز ازود كمية الصوص عشان كمية المكرونة عندي مش قليلة هزود عليهم كوباية من الحليب يبقى كوباية كريمة وكوباية من الحليب ومعلقة كبيرة مليانة او معلقة ونص من الدين ايه دي معلقة خليهم معلقتين ولو اعوز ان نفك الصوص شوية بشوية مية نبقى نفكه يا استاذة منال ازايك انا كنت عايز لا اعرف طريق تلك عامل الكريمش عن تيمو الكريمش عن تيمو ما عنديكيش محاضر عيوني طيب الكريمش عن تيمو ممكن يتعمل في الخلاط بس هيبقى القوام بتاعه مش متماسك اوي زي المضرب طيب انا عايزة اعمله بمضرب يدوي هعمل ايه هجيب البولة اللي انا هعمل فيها الكريمش عن تيمو والمضرب او المضرب اليدوي اللي هو زي ده هحط الاتنين في الفريزر لمدة مش اقل من نص ساعة هطلعهم هبقى حتى برضو مقدار الحليب يعني مثلا لو هضرب كوباية كريمش عن تيمو يكاز يكون مكون تلج هياخد الحليب المتلج او المسلج وحط عليه كوباية كريمش عن تيمو في البولة اللي بالفعل سقعة اوي 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 واضربهم بالمضرب اليدوي مدة مش اقل من 8 دقيق دراعنا هيوجعنا بس احنا مضطرين بس بيطلع القوام ساعة هتقيل جدا وكريمي ومتماسك الخلاط مش بيدين القوام بتاع الكريمش عن تيمو اللي احنا عارفين مهما عملته هيطلع برضو خفيف شوي الريحة هنا تخفى الريحة الجاية من جندي هفة كده من هنا حكاية قلبت الحليب مع الدقيق مع الكريمة ونشوف برضو البصل هنا اخبره انا عايزة البصل يتلون بالصوية مش عايزة يبقى فاتح حاسة ان الصوية دي برضو مش غامة اوي يعني دي عطب كده وسط لانها ملونتش البصل عندي بالزيادة فانا مش عايزة حط الميكس ده عشان مجرد منزل الحليب او الكريمة هنا هتلاقى الصوص افتحها خالص وانا مش عايزة ده فهناسيبها شوية لسه عن نظر بس مش اقدر الصوص لكم الريحة هنا حلوة ازاي طيب قولولي لو فيه امكان ايه ناخد فاصل ولا صعب او ماشي طيب هنعمل ايه دي الوقتي هناخد اه اقول قول انتي بقى مش اقول عاية انت انا مش عاية هناخد فاصل سريع جدا ونرجع ليكو حاسة انا هجيب شوية صوية عشان حاسة الصوية عندي فتحة مش غامة فعايزة الصوص البصل يبقى كإنم كرملة بالزبط فهناخد فاصل سريع مسافة السكة ونرجع لكم نجيب كمان الكاستر يكون ان شاء الله شد حلو في الفريزر ونحط بقية الجلي فاصل ونرجع ليكو مالك كنت ودخلته كنت لها كلنا بنجري كده راحين جايين طيب الماكرونا انا زودت صوية غامة لان اللي كانت عندي ذي كانت فتحة فعش كده اللون ما كانش عاجبني مكنش مقتنعة فزودت شوية صوية وحطيت الخلطة اللي عملناها كوباية كريمة كوباية حليب ومعلقتين كبار من الدقيق حطيتهم هنا على البصل ولما كله شكشك مع بعض رحت حطى الماكرونا هديت النار مسافة الفاصل طلت كنت عندي بالجمال ده بصوا بقى البصل يعني مقارونة بالبصل من كارمل من غير من كارمل البصل ساعدنا البصل يكارمل ازاي او ياخد اللون الكارمله بشوية الصوية الغم او استخدموا الغم الفتحة هتزهقكو يا مدام احلام مسائل يا اهلا يا توتة يا جميلة ازايك يا روحي عامل ايه؟ ازايك يا حبيبتي؟ انا بخير والله طول ما نسمع صوتك بخير الله يخليك تسلم ايديك على اكلاتك الحلوة دي يعرفين نعمل فيها ايه بس؟ يا حبيبتي والله ده توصل لحد باب بيتك الله يخليك يا حبيبتي الله يخليك انا قريبة ليكو على فكرة بجد؟ لا ده احنا نتقابل بقى احنا بقى جرانه ونشوشه بعض تسلمي يا توتة يا رب ويكرمك وزي الاسرة عندك بخير والله يروحي طول ما نسمع صوتك بخير الله يخليك وقفرة البرنامج الجميلة كلهم بموركنا اللي بيطلع الصورة الجميلة دي يا رب يخليك يا رب يخليك ويخليك كل حبيبك توتة انا عايزة منك حاجة عيوني طبعا امورين عايزك تعمل لنا حالة ايس كريم عيوني من ايديك الحلوة دي الايس كريم بتاك عايزك تقوليلي في اي وقت المايونيز الصحي اللي هو ما فيوش بيت عايزك تقوليلي في اي وقت المايونيز الصحي اللي هو ما فيوش بيت بس انت دلوقتي بتاكيد كل حاجة في الكنترول شكرا يا حبيبك نورتين يا مدام احلام انا هشمر واخش لكم عشان بوستي ماشي هنعمل لكم حالة الايس كريم من غير بيد اه اه بيزيت متالج وحليب متالج الماكارونا دي طعمها ما دقتش بس هي رحتها تدل ان طعمها خطير تعم نقدمها بقى حاطت شوية بقدونس وانا بكلم كده مدام احلام وحاسيت انه مش فراصة بس حاسيت انه دي شكل حبيب وبس كده اهو بسه بقى جمالة بلونها بتفاصيلها شوية مكارونا ولا من غير لحمة ولا كنت عايزها مشروم لسه كنت بقولي بوز بوزتي قبل ما ندخل بقولها الوصفة دي كانت انه عايزين نحط فيها مشروم بس يعني مش هنحط خلاص هنعطين مشروم مع الفراخ شوي بقدونس كده و بس خلاص شفتوا السهولة خطيرة هنعمل دلوقتي بقى هنبقى دونس في كل حتة هجيب فيش معلقة طيب نجيب كبشة ازغنون استنى اهي واخد الجلي اللي برد انزل بيه على الكاستر اللي جمد حلو السجع ده بصوا بقى دي طبقة الباسكوت طبقة الكاسترد وحطيت شرايح من الموز وممكن عرفها ما تحطوش اي فاكة ممكن تكتفوا بس بالطبقات من غير الفاكة حط بقى كده واحدة واحدة شايفين طبقة الكاسترد عشي حطناها في الفريزر فمفيش حاجة سايحة على بعض انا بعمل ايه بقى في البيت بقى انا قاعدة براحتي مش مجزمة بوقت فبحط الطبقة دي طبقة خفيفة خالص ودخلها الفريزر على كده لاني لو صبت الطبقة كلها تلاقي الموز بيعوم فانا بعمل ايه خلاص انا وصلت للطبقة الخفيفة دي بروح ما دخلها الفريزر بس ربع ساعة تبتدي الطبقة بتاعت الجيلة دي تمسك فلما تمسك اقدر اصبح بكمية كلها براحتي فدي اعمليها على خطوتين احسن انا هعملها دلوقتي كلها على خطوة واحدة بصراحة عشان بس الوقت اهو وصفة حلويات صيفية منعشة هترجعكوا كده خمسة وعشرين تلاتين سنة لورا طبعا احنا نخاففين حاضر متقلين الجلي فهيمسك على طول بس جدا زي الفل انا مش هنقلها من مكانها عشان انا خايفة بصراحة الموز يجري خليها ينقفنا لان انا عندي التانية اللي هناك بالفعل جاندة ايدي المكارونا والفراخ الفراخ عندي طلعت ان ديها برضو رشب بقدونس رحتها حكاية سريعا كده عملنا ايه مع بعض عملنا مكارونا بباق البصل المكرمل طعم حلو جدا وصفة صيفية جميلة وسريعة وعملنا مع بعض كمان صدور الفراخ بالمشروم والجبن حلوة قوي وتعماختي لو جربتوها هتعجبكو جدا 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 انا عايز اطلع حتة بوريكو ايه بسو كده جميل بسو الجبنة مع المشروم شوية الصوس اللي تحت ده ما كانت زبدة اللي حطناها فاق من ريحة خطيرة جهز طبقي بقى عشان ايه؟ ننطلق لما نختم حلقة سهلة قوي وما خدتش وقت مننا ولا مجهود وان شاء الله تجربوا الوصفات تطلع معيكو حلوة يمكن احلى كم من اللي احنا عاملينها مع بعض القعدة بتاعتنا ساعة خمسة ومص وساعة تسعة الصبح والحلقة كاملة موجودة على يوتيوب صفرة فيسبوك وانستجرام تقدروا تشوفوا الحلقة كاملة سوفكم بقران شاء الله في حالة جديدة على خير وبيبورد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة